مرحبا وقالله يسعد أوقاتكم دائما بكل الخير حنروح على مشكلة اليوم وقصصنا كلها من صلب الواقع أحب صديق زوجتي فهل أتزوجها؟ أرسل قارئ هذا السؤال إلى محررة شؤون الأسرة في صحيفة الجارديان نقول المعدلة هي أنني أحب أقرب صديقات زوجتي وتنام هذا الشعور على مدار أربع سنوات وقد بحت لها بذلك ذات ليلة وقالت إنها تبادلني الشعور ذاته بعدها بأشهر تقابلنا وتجاذبنا أطراف الحديث لكن المحصلة هي أنه لا يمكن أن يحدث شيء بسبب صداقتها لزوجتي الآن هي مرتبطة بعلاقة أخرى وانتقدت للعيش بمدينة أخرى أفهم أن ذلك سلوك سيء لكن المؤلم في الأمر أن الظروف حالت دون اكتمال هذه العلاقة أنا أعاني إذ استبدأ بي الحب وأفكر فيها في كل دقيقة أعتقد أنها تمثل لي كل شيء أفقده في زواجي الحالي الذي راحت سهوته بالنسبة إلي أحب زوجتي وأهتم بأمرها لكنني لم أعد مولعا بها هل هذا طبيعي في زواج عمره معش عام؟ هل يجب أن أهنأ بالمرأة التي تحبني؟ أم أن ذلك يعني أن لدي مشكلة عقلية كوني عاجزا عن الاستمتاع بحياتي؟ لقد أصبح الأمر كالشعور بالمرض والإحباط وأحاول التوقف عن التفكير فيها لكن من دون جدوى لم أنجب أطفالا من زوجتي أعلم أن كسرى قلبها سيكون قاسيا للغاية لكنني لا أريد أن أخذ بقية حياتي في التفكير بما قد يحدث إن تركتها وتزوجت الإجابة كانت الأمر يرجع إليك إن أردت أن تستسلم لرغبتك في الزواج منها أم لا لدي شعور بأنك قد تعيش بقية حياتك نادما ليس لفقدان هذه الفرصة لكن لأنك تبدي أعراضا تقريدية لمتلازمة العشب الأكثر خضرة لهو الشعور بتراجع جودة ما بيديك وأن هناك ما هو أفضل منه وتلك حالة تحدث كثيرا تتساءل عما إذا كان من الطبيعي أن تشعر بعد 12 عاما من الزواج أن تشعر بذلك والخبر الصار هو أنك لست استثنائيا على الإطلاق هناك القليل جدا من الأزواج الذين ما ذالوا مفاعمين بالإنجذاب لبعضهم بعد 10 سنوات من الزواج وبدلا من ذلك فإن ما يتطور في أفضل الأحوال هو خليط من الحب والاحترام والمصداقية والثقة والصداقة والاهتمامات المشتركة بالتأكيد يحافظ بعض الأزواج على وهج العلاقة بأكثر من اللفتات اللطيفة لكنهم الحالة الاستثنائية وليسوا القائدة لا أدفعك باتجاه الحياة الخالية من الحب من أجل مشاعر زوجتك لكن في كل العلاقات يتحول الأمر من الإنجذاب إلى الاتصال إلى الغريز الفطرية ويعني ذلك أن عليك الموائمة بينهما والسؤال الآن هو كم منا مستعد لذلك في عالم يلحو علينا باستمرار بضرورة امتلاك كل شيء لحسن الحظ أنكما لم تنجب أطفالا لذلك ستكون تداعيات تلاقك أقل فداحة إذا كنت تشعر أن العلاقة أصبحت باهتة فأن لديك كل الحق في أن تنهيها لكن لا تخلط احتمالية المضي قدما في تطلعك للارتباط بصديقة زوجتك قولك أنك تحب هذه المرأة ولا تستطيع التخلص من تخيلات علاقتها بآخرين يؤكد لي أن هذا ليس حبا إنما هي شهوة عابرة إنها بالكاد تخيلات جريئة ستكون خيان قصوة لزوجتك وأتمنى أن تكون على وعي بذلك لا أقول أن هذه المرأة لم تنقل إليك رسائل مختلطة فرغم أنك استحسنت قرارها بألا تقود في هذا الأمر معك بفضل علاقتها بزوجتك أتساءل عن سبب اعترافها لك بمبادلة الشعور ذاته وإن كان ذلك سببه طيبتها لا تأخذ الأمور على محمل قطع لكنني عندما أتخيل نفسي في موقف مماثل مع زوج صديقتي الذي اعترف من جذابه إلي أشك أنني سأتصرف مثلها سأحاول تهديئة الأمر بلطف مع الدعوة بقوة لإيقاف ذلك تصف حياتك مع زوجتك بأنها سعيدة وهذا أمر يجب أن تحذر من أن تفقده وسيك بأن تفكر جديا وبعناية في أسباب وتداعيات اتخاذ خطوات إضافية في اتجاه بديل إذا كنت غير سعيد في حياتك الزوجية الراهنة فأغلق هذا الفصل بلطف وحكمة وهذا أقل شيء متوقع من رجل ناضج يحظى باحترام كثير بتعجبني الأجوبة اللي بتجي عندي راسة من ناس مختصة بشعون الأسرة عشان هيك ما نتردد أبدا بأننا نستعين فيهم بأي شيء بصادفنا شوفكم على خير وبأمان الله